سيد أحمد قبل ما خش بقى على فيه هنا حاجات بقى على لجنة حكام والتحاد كورة ومنتخب ومطشط ودية قلت النهاردة في المقدمة إنه الأهلي بالأداء بتاع النهاردة والأداء في المباريات الماضية لو كان بيتحرك خطوة إنه يقدر يكون فريق جديد فمحتاج خطوات سريعة إنه يعمل فريق جديد فالأهلي أكيد دلوقتي يكون بيشتغل كويس كمنظومة كورة عشان واضح إنه فيه نواقص ونواقص كبيرة في الفريق تبتفيه ولا تختلف الأول؟ متفق أنا قلت هنا معك ولازلت متبسك برأيي ريكاردو سوارش ما ينفعش إن أنا أقايمه بشكل عام لكن أنا هقولك المعلومة بقى إن الأهلي بدأ بالفعل يتحرك إنه هو يقول لسوارش شكرا وبدأ يتكلم مع نونو جميز اللي هو كيلو نجمل للمبرتغال الكبير نهما يبحثوا عن قرية تخارج لإنهاء هذه العلاقة سوارش ما فيش في عقده شرط جزائي يستطيع الرحيل في أي وقت لكن هم عايزين يجيبوا للمقصورة بشكل شيك لا ما هو واحد وواحد إن دلوقتي الحراج بتديري بسم الله الرحمن الرحيم الدانيس الأحمد مفاجأة كده يعني دلوقتي الأهلي بدأ يتحرك في هذا الأمر في رحيل سوارش ده لنا فهمته صح وأتكلم مع نونو جميز اللي هو وكيلو إنه هو يشوف طريقة جيدة لخروجه من الفريق مزبوط والطريقة الجيدة دي اللي هي أنا مش قادرة أتأقلم مع الأجواء في مصر فأنا بعتذر عن عدم الاستمرار آه هو اللي يقول آه أوكي آه السوارش بتقولي ما فيش شرط جزائي في عقده ما فيش شرط جزائي في عقده ده معناه إنه الأهلي يتحمل باقي عقده لا ما فيش شرط جزائي في عقده يعني لو أنت مشيت مش هدفع شهرين أو هدفعنا شهرين لا حتى نهاية المسم دي لابنجرب مع بعض ولو مشيت ما فيش مشكلة بالظبط ده اللي موجود في العقد وإنت بتقول إنه الطريقة اللي هيمشي بها السوارش من الأهلي إنه هيقول إنه مش قادر يتأقلم معلومة بشركة الكرة تشعر أن هناك من ورط الأهلي في التعاقد مع هذا الأجل آه الثاني أنا رأيي لم أغيره إن الرجل لم يختبر شكل الهي آه بس تقول معلومة آه بس تقول معلومة آه بس تقول مش اللي أنت عايزه آه بالظبط دي المعلومة اللي عندك تمام بممناسبة الشكل الشيكي اللي أنت بتتكلم عنه إنه هو ممكن يخرج بيه من النادي الأهلي هو ده الشكل اللي خرج بيه مسيماني من النادي الأهلي زي ما أنا قلت رحضك قبل كده إن الأهلي قال لمسيماني إنه إحنا هنقدم لك الشكر فقال لهم خلوها تيجي مننا ما تجيش من منكو عشان أقدر أشتغل بعدها فهو طلع قالك استراحة محارب وعد يتكلم لغاية مبارح المسيماني يعينه على الأهلي بيتكلم على الأهلي متابع كل حاجة عن الأهلي مبارح كان فيه مداخلة أقول مبارح أعتقد أحد لعيب الأهلي أعتقد محمد مغربي مع الكابتن شوير متابع وعارف وقعد يتكلم على الولد بشكل كبير جدا إذن مسيماني متابع كل حاجة بتحصل في مصر يعني لو سورش مش ممكن مسيمان يرجع كان فيه كلام من هذا الاتجاه لكن في الأغلب الأهلي لازم يبحث عن وجه جديد أو هو بيفكر في البحث عن وجه جديد والأمور ستقول إلى شركة الكرة وليس إلى أي عنصر آخر خصوصاً فيه ناس تاني للمرة التانية بقولك ورطت الأهلي في التعاقد مع ريكاردو سورش وقيل بالنص يومها أن منوال جوزيه هو الذي زكى هذا الترشيح وأنا أؤكد لك أن هذا الكلام عاري تماماً من الصحة أنا تواصلت عن طريق أحد زملائي الأعزاء في برنامج بتاعي متش وأكلم مع منوال جوزيه قبل مباراة الأهلي والزمالك وسأله بتاكل محدد عايزين نعمل مداخلة نتكلم فيه عن ألف زمالك قال له أنا معرفش ولا لعيف الأهلي حالياً إلا وليد سليمان وهو لا يلعب مع الفريق بشكل منتظم فإزاي أتكلم عن الفرئتين وأنا ما عنديش أي خلفية أو أي دراية فالكلام اتدخل في تخصص أنه أنت ستكلم عن صوارش أو فريرة فقال لهما أنا ممكن أتكلم عن فريرة لكن أتكلم عن صوارش ما داشت أتكلم عنه لأن الراجل زير بطولات لا يقارن بفريرة هل يمكن أن يكون هذا رد رجل هو الذي رشح وزكى ريكاردو صوارش للنادي الأهلي استحيل كرام خطير ترجمة نانسي قنقر